هذه المسلة مسلة وقف إطلاق النار ووقف ما يسمى هدنة وهذا الكلام وكما قلنا مرارا ومجرد ترويض الناس لفرض أمر واقع منحاز إلى العدو فرض أو وقف إطلاق النار هو مجرد وهم لا أساس له لم يحصل عليه اتفاق أصلا طرف الآخر لم يوقع عليه لم يلتزم به فهو من هذه الناحية هو كما ذكر الحديث يعني صدقك وهو كذب وصادق في أنه يعني لم يتوقف عن إطلاق النار لأنه لم يرى أن يوقع عليه ورى أن يستمر في إطلاق النار فلماذا نحن فقط نلزم أنفسنا بشيء اسمه إطلاق النار وقف إطلاق النار وهو لا وجود له أساسا ومجرد وهم يعني هل يجوز يعني يعقل أن طرف من الأطراف يتوافق مع نفسه ويتعاقد مع نفسه على وقف إطلاق النار هذا حتى المجنين لا يفعلونه لما تقول وقف إطلاق النار ونلتزم به ويسمى ما يحصل هو خرق لوقف إطلاق النار هذه مغالطات ليس هناك وقف إطلاق النار أصلا لأن الطرف الآخر لم يوقع عليه ولم يلتزم به فحكومة الوفاق التي توافقت وتعاقدت مع نفسه على أن توقف إطلاق النار هذا عبث يعني أي عبث ما فيه عاقل يفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل وقال العلماء كلمتهم وقال العقلاء كلمتهم في هذا البلد بأنه لا يمكن ولا يصلح ولا يجوز أبدا أن يوقف إطلاق نار ما عدو هو محتل جزء من أرضك محتل جزء من بيتك هجم عليك غدرا وخرج على القانون وهو منقل بعي الشرعية حتى بمقتضى منطق المجتمع الدولي وأخذ ثلاثة أربع بيتك يعني ليبيا الآن معظم ما هو احتلها بالظلم والقهر والقتل الدولي للقهر والقهر 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 والدولي